إيه عزيزتي تفضلي؟ إيه أستاذ البارح في الجلسة اللي عملناها إجاتني صور كنت أنا معاهم مع كائنات زرقاء كنا في كوكب أبيض كل شيء فيه أبيض يعني مركبات بيضاء وكل شيء أبيض وكنا في قاعة بيضاء وقدامنا شاشة كبيرة عليها كوكب الأرض وكأنه يعني بنتحاور على ظروف الأرض وأحوال الأرض وقلت لهم يعني أنا رح أنزل الأرض هذه في الصورة الأولى اللي إجاتني وكان شكلي وجسدي زيهم يعني حتى أنا كنت شكل زرقاء طويلة ذوقامة طويلة طيب هل تعتقدين هم الاندروميدانز؟ هذه الصور اللي شاهدتها يعني تعتقدين هم الاندروميدانز؟ تماماً لأنه هذه الثاني مرة أرى الاندروميدانز في الجلسات اللي بنعملها نعم وانت قلت مثلاً الحوار كيف كان كان بالفكر أم كيف كان ممكن؟ آه كان كله بالفكر هما ما بيتحدثون يعني أنا بتوصلني كلامهم بس شفايك وتعرفين نعم وتعرفين يعني المعنى آه بعرف المعنى تماماً يعني مهم محتاجين أبداً كلام كل الأفكار بتجيني وبعرف مين حكا ومين اللي بيحكي معي وشو قالي يعني بدون ما يحركوا أفواهم ورواكي ورواكي على الشاشة ورواكي على الشاشة الأرض آه هذه في الصورة الأولى لما كنا في القاعة البيضاء كنت أنا زيهم وكنا كلنا وقفين وبنشوف على الشاشة الكرة الأرضية ويعني وبنتحدث على ظروفها وأحوالها وقلتي لهم يعني أنا بفكري بقول لهم إنه أنا رح أنزل على الأرض نعم هذه في الصورة الأولى في الصورة الثانية وراها يعني تماماً كنت أنا بجسدي الحالي ووقف معاهم في مركبة فضائية ووقفين أمام شاشة في المركبة الفضائية وكانوا بيورروني على الأرض نقطة حمراء اينا وأنا بشوف هذه النقطة الحمراء زي بتشع يعني حواليها دوائر زي دبدبات بتنشر دبدبات هذه النقطة الحمراء فأنا كنت بتساءل يعني شو هم النقطة الحمراء اللي أشوفها على الأرض وقال لي واحد فيهم طبعاً كل هذا بالفكر ما يحكون فهمني إنه هذه النقطة الحمراء هم الناس الذي هبطوا للأرض عشان يعني ينشروا الحب وينشروا السلام فأنا قلت له يعني مقارنة بكل الكرة الأرضية هذه النقطة جتني قليلة فهو قليلة أبداً كل نقطة عندها يعني كل شخص نزل للأرض عنده تغيير كبير وعنده يعني طاقة كبيرة ورح يسوي يعني كتير أشياء بالطاقة نزلوا قصدك بالسابق نزلوا؟ ولا متى مثلا من قالك هؤلاء نزلوا؟ تقدرين تعرفين؟ لا حالياً يعني لأنه أنا كنت معاهم بجسديها يعني كأنه أنا حالياً معاهم مش زي الصورة الأولى لما كان جسدي أزرق في ذاك القاعة البيضاء لا في الصورة تانية كنت أنا بجسدي البشري وكانوا كأنهم بيشرحوا لي بيشرحوا لي كشيء أو ظروف معينة نعم كانوا بيشرحوا لي ويوروني هذه النقطة الحمراء وأنا بشوف هذه النقطة الحمراء منتشرة في الأرض وقالوا لي فهموني أن كل نقطة يعني حمراء كشخص نزل للأرض وهو رح يعمل تغيير فأنا قلت لهم يعني هالنقطة الحمراء مو كتيرة قالوا لي لا بس مفعولها كتير يعني كل شخص مثلاً واعي أو عنده فكر واعي هو بيأثر كتير نعم رائع جداً رائع جداً هذا يعني الأمر وأيضاً ذكرت هيك قبل التسجيل أنه الجسد بتاعك قلتين شيء حول الجسد واحد فيهم قال لي يعني أنا لما بقول قال لي بالفكر قال لي انتي حالياً جسدك لسا عايش وتعالي نوريه لك فأنا تبعته ودخلنا الغرفة كان زي الأضراج يعني زي درج بيجبذهاك وبتخرج بيخرج خرجت جتة زرقاء بس هي عايشة هو فهمني أنه هذه عايشة فأنا شفته وقال لي هذه انتي وكنت لابسة ملابس خضراء يعني زي الزي اللي هما يلبسوه أزرق وأنا لبسها أخضر فهو قال لي هذه انتي وعطاني حتى الاسم قال لي اسمك أفلانيا وأنا هذا الاسم يعني شفته اتكتب لي هيك بحروف كبيرة قدامي اتكتب زي على الهواء اتكتب هيك بحروف كبيرة أفلانيا طيب هل رأيتي انتي يعني رأيتي الجسد يعني أو كنت انتي تريني الجسد وهو يشرح وشعرتي به نو هذا انتي ايه كنت واقفة وبشوف الجسد يعني بشوف نفس الكائل الأزرق نائم بس تغيير الواحد انه لابس ملابس خضراء الذي هو انتي ايه اللي هو انا ايه اللي هو انا يعني هو بفهمني كأنه هذا الجسد لسه عايش لسه عايش يعني بس انا مثلا روحي اتجسدت في جسد على الارض بس هذا كل جسد موجود بهم لسه عايش وموجود كأنه بالمجمد أو شيء زي هيك يعني وتعتقدين عايش عندما قال عايش هل تعتقدين عايش في بعد اخر او كوكب اخر او معاهم لا معاهم هو وراء في نفس المركبة يعني لما ذهب معيك انه في نفس المركبة ودخلنا البيت مختلف يعني الغرفة مختلفة كلها اضراج وجبذ هذا الدرج وقلي هذه انتي يعني فهمني انه جسدي موجودة معاهم تعيشين اه بس اللي هو كان يرتدي الجسد يرتدي اللون الاخضر جسد ازرق زيهم بعيون كبيرة وفم صغير وأنف صغير صح بس العباء اللي لابسه خضراء خضراء ونفس عفوا ونفس شكلك الحالي اه لما كنت معاهم في المركبة كنت بهذا الجسد اه بهذا الشكل يعني نفس شكلك اه وهم كانوا طوال يعني انا كنت بوصلهم مثلا تحت الاكتاف هيك اي نعم هما يعني طوال وضعاف القامة ضعاف نعم طيب احسستي ايضا بالهدوء والطمأنينة معاهم اه هناك طمأنينة وهدوء وفرح اه استاد وبخصوصا الصورة الاولى لما كنا في الكوكب الابيض وفي القاعة البيضاء كنت انا زي زيهم يعني بجسدي مثلهم كانت راحة غريبة وسلام يعني تحس انك بتعت عن كل هال ماتريكس وكل هالشي وفيه سلام رغيب اه هو حتى اليكس كوليار اللي احنا يعني نناقش البحوث بتاعه واتصالاته بالاندرومدن فهو عندما كان يذهب هنا يعني هو يذهب ايضا بالجسم يصف يقول اذهب واشعر انه انا هيكي اشعر بالاطمانان كثيرا كثيرا بحيث يقول لا اريد ان ارجع يعني اي رائع يعني تجربتك جدا جدا رائع حقيقة وهذا حدث كله اثناء الجلسة التي كنا هيكي نؤديها ونطبقها ايه ايه استاد وهذه تاني مرة يحصل لانا كنت حكيت لك في الجلسة الاولى ايه كنت شفت كنت شفتهم كنت معاهم ايضا في المركبة ايه 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 اي إيدو نحيفة بس ثلاثة أصابع يعني أصبعين في الوسط وبينهم فراغ والأصبع الثالث هو الإبهام يعني بيجي جنب وأيضا مرتدين أو اللون بتاعهم أو الجنب أزرق عباء زي عباء زرقاء عندها عندها كول عالي عالي آه آي سي نفس تقريبا مرة أخرى نفس تعتقدين الاندروميدا هذه اللي وريناها لكم الصور آه تماما رائع جدا الكون العظيم يبارك سفرك وهذا يحدث يعني حقيقة فأنت هناك وهم يستقبلوك وأنت طبعا من الاندروميدا لهذا يعني بهذا الوعي بهذه الحياة آمين آمين يا رب آمين آمين شكرا أنت أضفتي يعني أنت قلت أنهم عندهم هدوء وأنا يعني كانت الاندروميدانز أنا هذا اللي أيضا يعني يدهشني أنا اليومين والثلاثة عندي اتصالات معهم أدهشوني حقيقة أنه عندهم هدوء فأنا بدأت أسأل نفسي يعني أقول كيف وصلوا إلى هذا الهدوء نعم يعني أنا هاي ثلاثة أيام كثيرا أفكر فيهم حقيقة ومن دهش كما أنت قلت يعني في هذه سفرتك عندهم هدوء ما بعرف عجيب فوق الوصف هدوء عالي عالي أكثر من عندنا يعني أي نعم صح اللي هذا يعني أنت وضحتي أحسست أنت بطاقة هدوءهم كثيرا يعني شعرت فيها أي أستاذ أي حتى هم يعني تحس بالهدوء لما تكون معهم هدوءهم هادئين جدا 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 أنا أدهشني مرة أخرى أكرر يعني صح عجيبة يعني فعلا وعيضا أريد أن أضيف يعني هم ينزلون أقصد هو يبدأ نزولهم هبوطهم والبشر يعني البشر شيء فشيء تبدأ تكتشف أكثر الجنس البشر يبدأ يعرف أكثر ماذا حدث لكن هو نزولهم أيضا تدريجي ودقيق وبذكاء لأنهم مثلا إذا ينزلون الآن يعني نتصور هم ما ينزلون الآن أقصد نفترض لو ينزلون هيك مجاميع ومركبات فضائية ولأن الدروميدان دخلوا في الأرض فممكن يصبح خوف لأنه تبدأ يبدأ الإعلام يحكي وواحد يقول لك المهدي وواحد يقول لك المسيحة فهم يعملوا هيكي أطلاقا هم يبدأون هيكي بذكاء بدقة ويعرفون بمن يتصلون ننتبه هذا شيء جدا هم يعرفون جيدا بمن يتصلون ومن يأخذون هيكي الوجبة الأولى يعرفون جيدا يعني عندهم ذكاء عالي فهم يعملوها تدريجيا شيء فشيء إلا تدريجيا تدريجيا